سنقوم بقص مات ونسمع مع بعض اجمل صوت ممكن تسمعيه لما تيجي تكلي بقص مات حش خفيف اقتصادي مفيش فيه شغلة نهائية نستخدم الحليب الدافي ومعها الخميرة ونضع عليها من السكر ونقلب المكونات مع بعض ده السكر انا ضفت على فكرة وقبل ما اقلب ازرر من الملح على الدقيق هنا بنزلت بباقي السكر على الدقيق وابتدي اشغل العجان على سرعة بسيطة مش ازود السرعة دلوقتي وانزل بالخميرة اللي عملناها مع بعض عبرة عن خميرة وسكر بالحليب تستخدمي الحليب بالمية الضافية او بحليب البودر هنا هنزل بمعلقتين من الزيت الطريقة سهلة اي حد ممكن يعملها وعايز اقول ان كتير قوي قوي من اللي موجودين معايا في القناة عملوها وعجباتهم قوي والحمد لله كانوا بيدعولي وابتدي بقى زود الحليب شوية بشوية لحد ما يعمل العجينة تبقى كتلة واحدة كده متمسكة تدسد خلصنا واروح واخدها هنا بقى عشان ابتدي وزحها عايز اقول صحيح لو عجبكم الفيديو اعملوا اللايك وتابعوني على قناتي الجديدة او بقيت القديمة دلوقتي وحطيلي عليها وتابعوني على صباحتي يا عالفيس عالفكرة بتبصت جدا لما بتبعتوا وصفاتكم لي حقيبت دخلوا على قلبي السرور هنا بقى مسك العجينة بص عايز ابريكوا قدي جميلة مش مش سيلة متمسكة وطريحة حلوة بتعمل معاك السريتش هنا بقى هبتدي اوزحها عشان تاوت شكل المقاس اللي انا عايزة من المقسمات هاطحها بشكل اللي انتو شايفين وهبتدي افرد سريعاً مجرد انك تمسك العجينة كده شفتي تاد ساد بتلاقيها بفاردة عملت معاك ستريتش بدون مجهود لازبتها تختمر ولا اي حاجة وما قطعتش تتصوير من الكاميرا هاخدها بالشكل ده اوديها الصانية بتاعتي اللي هسويها عليها وابتدي اجمحهم كلهم مع بعض بالشكل ده واحدة طويلة واحدة وسائرة مش مشكلة الحد ما خلص خالص وبعدين هروح انا قصة كده كل الزيادات عشان خليهم كلهم في شكل واحد خلاص بصوا كده وروح مغطية عليهم من حد ما خلص ايه الكاميرا هعمل هنا بقى زي البرستور كده او هعمل اللي هو شكل دائري لاني هنا هستخدم توابل عليها اللي هو الشكل المدور ده شكل السري عمين اسمه سيركل ده هاروش عليه توابل يعني خليه مملح مش هيبقى زي التانية هعمل شو هعمل صانية واحدة منها او هعمل الشكل ده زي ما انتشافين سهل اوي يا شكل دائري اوي الشكل ده زي ما بيعملوه عندنا واعمل صانية وهتبل ده هملحه عايزة اول عافوا هنا هادهن الوش وهادهن كل البقصمات بتاعنا بالبيد اللي هو هادهن الوش بالبيد لو مش حابة تدني ممكن تحطي تطش مية كده او تعملي تروش سبري كده من فوق وتنزلي كل حاجه انت عايزها التوابل اللي انا هحطها عبارة عن باصل بودر وتوم بودر وفيها ملح تاتسد مفيش اي حاجه تانية لو عندك زعتر ناشف يبقى حلو برضو هنا هكمل برضو هادهن برضو البيد وهنزل بالسمسم الابيض استخدمت السمسم الابيض عشان هو انا اول ما هيدخل الفرن ها يستوي ها يتحمص وهيديني نكهة يعني اقوى من اني احطه من استوي لذلك دايما بجيبه ابيض يعني قولوا علي ان اصحى بقى و بعدين بصوا جاهز مستبتوش اختمر على فكرة انا خلص و اركن كده وبعد كده مشغل الفرن الفرن السخن يا جماعة الفرن على درجة حرارة ميتين بيقعد حوالي خمستاشر ديها هنا استخدمت حبة البركة قلت يعني تجيب صنية كده او شوية كده على جنب فيهم حبة البركة نغير بقى انك هاد تقدري تحطي اي حاجة ممكن تحطي الكمون او تحطي الاسمه ايه اللي شبه الكمون ده اسمه ايه الينسون او كراويا الاتنين شبه بعض بس بيقعد حوالي ربع ساعة او 18 ديه على حسب الفرن عندك عمل ازاي وبتطلعيه وتسيبيه يبرد وتقدميه هنا بقى روحتي جبت شوية سيدة خالص ورشيت عليهم ايه شوكولاتة بيضة ده شكله في النهاية اللي انتو شايفين الخطوط البيضة دي عملتها شوكولاتة بيضة كنت عايز اعمل كمان خط بني من الشوكولاتة تاني عشان يبقى زبرة ويا الله بقى يعني ايه هايا السلعيال ده شكله في النهاية مم قبا جامد جامد حقيقي بحب قوي البتاع ده مملح لزيز الطعم التوم البودر مع اسمه البصل والزعتر الخفيف ده حلو قوي ده في بقى ده شوكولاتة البيضة حلو سويت ديفرنت التانية انا بحب كله اعمل اسجل لكم وعمل اجيلي ايميلات كتير كاينيانا نالماير اوبا انجوي